اهلا وسهلا بحضراتكم مرتين اخرى الان موعدنا مع زميلنا العزيز خالد البرماوي صاحب البورصة بورصة الكلام ماذا لديك يا صديقي مساء الخير مساء الخير يا خالي مساء الخير يا كريم كل ما تقول صاحب البورصة دي يفتكر قهوة البورصة ايوة صاحب بورصة الكلام ولو حد سألني ليه مسامين على بورصة الكلام لانها اسهم بتطلع واسهم بتنزل واشخاص زي محمد صلاح بالنسبة لأبرز الشخصيات محمد صلاح كان امبارح في مرتبة متأخرة شوية رقم 4-5 الاسبوع اللي فات كان موجود فيه ايام مش موجودة ده بناء على قيمة احنا مسمينها اكتر الشخصات انتشارا على المواقع المصرية في اليوم مش مسمينها هي كده طيب عندنا منازكي لليوم التالت على التواجل موجودة في القيمة ومتربعة بسبب الازمة اللي اثارها فيلم اصحاب ولاعاز اللواء محمودة فيه وزير الداخلية بالنسبة عيد الشرطة وتصريحات كتيرة قبل وبعد عيد الشرطة محمد صلاح على خلفه طبعا مباراة منتخب مصر مع كوديبوار بعد بكرة ودكتور مصطفى مدبولي تصريحات كتيرة جدا ليه علاقة بالمشروعات الجديدة وليه علاقة بمتابعة اسكندرية كان مبارح والنهار السيد عبد المجيد تابون رئيس الجزائر تابون وهو اول مرة يعمل زيارة لمصر بعد تولير الحكم وكان من الاكثر انتشارا على مستوى المواقع الاخبارية وحتى كمان على تويتر كان تريند بعد وصوله واستقبال الرئيس مصطفى فتحي مصطفى فتحي لعب الزمالك اخيرا بعد حسم الصفقة بتاعة انتقاله من الزمالك للتعاون واخبار كتيرة وقصص كتيرة وتفاصيل كتيرة هل هو يرجع ولا لأ ودي قصة خلاص ثلاث سنين ونص وتحول المليون دولار خلاص اه لكن وقت هو ممنوع يلعب في فرقة تانية اه بس حيب عدد تلاتين خلاص بقى لو رجع هل يلعب بس يعني فقصة دي بالنسبة للشخصيات بالنسبة للحاجات اللي كان عليها تفاعل كبير جدا النهاردة عندنا الدواء اقرار دواء الكورونا وزي ما خيلي وكريمة اتكلموا عليه لأول مرة هيكون متاح في مصر وده مش بديل عن اللقاح الحاجة التانية كانت حالة الجو ودي كانت من اكتر حاجات اللي عليها بحث وعليها تفاعل على الفيسبوك خاصة ان هيئة الارصاد بتقول ان التلات يام اللي جايين دول او من يعني بداية من اليوم الاثنين اليوم الجمعة هيكونوا اقصى ايام شتاء عشرين وواحد وعشرين واثنين وعشرين طيب الجهاز المركزي للتعبير العامة والاحصى عمل احصائية والاحصائية دي الناس كتير جدا تفاعلت معها الاحصائية كان بيسعى للناس على دخلهم خلال دخلهم ومستوهم الاجتماعي واسئلة كتيرة جدا لكن ضمن الاسئلة هل الدخل مش المرتب يعني هو العنوان هنا بيتكلم عن المرتب لا لكن هو الأدق الدخل واحد وتسعين في المئة من المستطلعين قرأهم قالوا ان دخلهم انخفض ونسبة انخفاض دخل السيدات كانت اقل من انخفاض دخل الرجال كان من دم الاسباب اللي هم قالوها طبعا كورونا وتداعياتها والاجراءات الاحترازية وتأثيرات الاقتصادية اللي حصلت بعدها طيب ده كان حاجة برضو عليها جدل كبير جدا على الانترنت اللي بيقول الامن يعثر على 13 حمار مسلوخ في البحيرة الخبر صحيح لكن في جدل كتير وده برضو من دمي الحاجة او الناس بتخش تعلق والناس بتخش تشتم والواقع هو فيه 13 حمار مسلوخ لكن الموضوع ملوش علاقة باللحوم الحمير بيبيعوا الجلد بيبيعوا الجلد بزرعة اوكي بيبيعوا جلد بيبيعوا جلد كم التعليقات وكم التفاعل محدش بيتخد يقرأ يعني فيه ناس بتؤمن بفكرة الباب من عنوانه على مستوى الاخبار بيقفز للنتائج وبيبدأ يصدق ويرفض وده يمكن جزء من اللي حاصل مع فيلم اصحاب ولا اعاز طيب بعد كده كان ده خبر حلو جدا على زاج لوكل ولو بنتكلم على الوعي لقطة حلوة جدا والناس تفعلت معاها قوي ايه اللي حصل اب في المونوفية بنته تعرضت الابتزاز على موقع حد انتحل صورتها صورة بتاعتها وابتزها بصور مفابراك الاب ما خافش ما تكسفش عمل بلاغ وتم القبضة على مش اقول شاب طفل عنده خمستاشر سنة في تلت عديدي وهي في تلت عديدي فالوضع بجد فعلا بقى صعب جدا ونقلق ان ده النسبة وان مهارات الاولاد يخد بالكم يعني هو الجيد في الامر ان الاولاد بتوعنا بقى عندهم مهارات رقمية جيدة ولكن السيء انهم بيستخدمها في امور سيئة ما بيستخدمهاش في الكودين برمجة ولا الجرافيكس ولا 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 لكن ده لا ينسحب على كل جنازة زينب بنت الشاعر الكبير احمد فؤاد نجم كانت من ضمن الحياة العالية تفاعل كبير جدا النهاردة يا خيري الله يرحم وهي البنت الصغرى وتوفت بسكتة قلبية فالناس كثير جدا تفاعلت معهم كثير تقول سكتات القلبية للأولاد الصغيرين او هي شاب يعني عندها تلتين سنة تقريبا يعني ما كملتش تلتين سنة اللي هو عنده تلت بنات هي اصغرهم تصريح النقد الكبير والصحفي طارق الشناوي كان مثار اهتمام كبير جدا على خلفية ايه؟ على خلفية قضية رفعت من نقيب المهن الموسيقية الفنان هني شاكر عليه ليه؟ لان قبل كده هو بيقول يعني انا قلت رأيي ولو النقيب ما عندوش مرونة في تقبل الاراة تبقى كارثة لازم يتقبل كل الاراة انا ما قلتش حاجة فيها سب ولا قصف لما واحد اسمه عنبة يقولوله غير اسمك خليك عناب دي على خلفية طلب نقابة الموسيقيين بعض المطربي المهرجان تغيروا اسمه وبأمانة يعني انا في دي اجد نفسي لأول مرة يعني هكثر القعدة واقول رأيي في دي بأمانة غريبة جدا يعني فكرة ان النقابة تطلب من حد يغير اسمه ما يبقى اسمه عنبة كرشة فشة كل واحد يغير اسمه مش كل الاسمه لازم تبقى وائل والبراء وسادن وهيثم واكثم مش كل الاسمه لازم تبقى كده كل واحد حر في قراءه فدي برضو يعني فرض زائقة تصريحات المنتج الكبير عصام امام امس في حديث القارة مع اخي رمضان وكريمة عوض كانت برضو مسار اهتمام الناس خاصة التصريح اللي قال فيه احفاد الزعيم يتأثرون بالشائعات حول صحته الناس لمسها قوي فكرة احفاد الزعيم ولما يشوفوا اخبار وشائعات ليه علاقة بجدهم الناس فعلا كانت مستائة والفعل كانت ايجابية بشكل كبير جدا لو عملنا سنت من انا مسلسل عروس بيروت كان برضو تريند على جزء التالت منه كان تريند كان موجود على جوجل برضو من ضمن الحاجات اللي كانت تريند كانت الواقعة السائق اللي احتلق الاتوبيس بتاعه وسنوه طاحة مصر والرئيس تفعلوا مع القضية بتاعته ومع سواء التاكسي ودوله تاكسي جديد واستلموا النهاردة فكانت الناس مهتمة جدا واليوم السابع حياة كريمة وجابوا الصورة التاكسي اللي كان محروم والتاكسي الجديد وقال لك ايه ربنا ايرادية طيب طبعا الحريري واستقالته السياسية والفيديو عرضوه برضو برضو من ضمن اللعطات اللي كانت تريند في بيروت برضو بس وبكاء او الم نوع تاني الم بالمزيكة سيدة بتقوم بالوضع لكن بالمزيكة الهدف الغنى دي سهلا اوي سهلا اوي الوضوع تطلعين عيننا لكن لو جربت مرة ما هو قبلك دي قيصرية واخدى منك يعني فقصة كبيرة جدا طيب دي القصص اللي بنقول عليها ماكس او القصص السريعة طيب القصة اللي بقالها معنا ثلاث ايام الازمة بتاعة فيلم اصحاب ولا اعز ايه الجديد اللي فيها بسرعة النقابة المعن التمثيلية عملت بيان البيان ده كانت اكتر تفاعلا بتدعم مونة زاكي وبتقول انها لم تقف مكتوفة الايدي امام اي اعتداء لفظي او محاول الترغيب وبتقول انها بتدعم مونة زاكي وبتأكد يعني ندور الفنون والقوى النعمة ان تعالج القضايا الشائكة وتدق نقوص الخطر على زواهر كثيرة على مستوى السوشيال ميديا يمكن اول حد من الارطال مونة زاكي عبرت بصورة غير مباشرة على حسابها على انستجرام ووجهة رسالة باللغة الانجليزية مضمونها يعني بتقول بتقول يعني اواجها نوت مايسلف اواجها لنفسي تخطي كل الصعاب ولا تضيعي وقتك في الحزن على نفسك اعرفي قيمة التغيير ورحبي بكل التحديات في حياتك على مستوى الاكشن احنا عملنا حاجة ركزوا معي الناس اللي بتابع اصحاب ولا اعز بتابعوا على مصدرين اساسيين نتليكس انها المنتجة للعمل ومنصة تانية كلكوا عارفين اسمها او اغلبكم واني مش عارف اسمها مش هنقول اسمها هي منصة بتقرصن على الافلام وها منصة مشهورة جدا 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 وترتبها في مصر اربعة وخمسين ايوة هي واحدة من اعلى ستين موقع ترتبها اربعة وخمسين على مستوى المواقع المصرية كلها المهم عملنا مقارنة ما بين المنصة باللغة بالازرق منصة القرصانة ونتفليكس بالاحمر الغريبة ان المنصة المقرصانة البحثة عليها والاهتمام بيها اعلى ده يقول لك حجم الكلام والرغي ومن على اي منصة كمان وهالمنصة مدفوعة لا حتى كمان عملنا على مستوى المحافظات نتفليكس ايه اكتر المحافظات ظهر معنا محافظات حدودية جنوب سينة مرسى مطروح شمال سينة البحر الاحمر ما اعتقدش صدفة كانت من الاكثر بحثا على نتفليكس واسيوت من الصعيد قارئة الجيزة دميواط طيب على مستوى المنصة المقرصانة مين اكتر المحافظات بحثا واهتماما بالمنصة المقرصانة مش بنطلق احكام بس بنقول لها مؤشر بنقول مؤشر انا سهاج البحيرة لأسل المنوفية واسوان والشرقية وباني سويف والمينيا والقاليوبية كتير من الصعيد اغلبهم من الصعيد وبعض من الدلت طيب بعيد عن ده كان من التغريدات برضو الغريبة جدا دي اخد بالكم دي تغريدة للمنصة اللي بتسرع الافلام ملاش وصف غير دي دي اسمها منصة قرصانة افلام بغض النظر بقى ان الناس بتحبها ما بتحبهاش بس دي هي منصة بتسرع الافلام هي بقى المنصة دي بتقول ايه بعد ما عرضت الفيلم عليها حزفته قالت اه حزفنا الفيلم لانه يدمر فقلة المجتمع العربي في ساعة ونص اما اذا كان الفيلم يمثلك انت وعائلتك واصدقائك هذا امر يخصك الغريب بقى ان دي منصة بتسرع الافلام خد بالك دي منصة بتسرع الافلام رقم واحد رقم اتنين المنصة دي عليها اكم من افلام انكت واكيد عارفين افلام انكت يعني ايه ما فيهاش مشاهد محزوفة ومشاهد يعني مشاهد مشاهد بقى يعني الفيلم يعني درجات افلام الستينات والسبعيات والثمانيات مفوش لكن الغريبة ان يطلع ده من منصة تعليقات كتيرة جدا من الزميلة فريدة الشباشي على عدو مجلس النواب بتقول فيها مصر يوجد فيها مثليون والحال ليست دبح او اعدمهم عندنا الدين عبد الكريم برضو النائبة بتقول معلومة للمهتم مجلس النواب النهاردة نقشنا تطوير منظومة السوبرجاد بدعم حكومي حيات كتير جدا وهي بتقول يعني الصدقوني المجلس عنده قضايا اهم بكثير من لقطة فيلم ده كلام على خلفية اللي بيقول المجلس مقلوب على موضوع الفيلم اراء كتيرة عبد الرحيم كمال الكاتب الصحفي عمر سلام برضو من المدعمين في اراء كانت ضد وهنا دخل الخط الديني بقى في الموضوع الشيخ مبروك عطية علق على الفيلم انا كان نفسي شوفه قبل ما يعلق لانه تكلم على ان الفيلم بيدعو المثلية والفيلم وما شافوش الفيلم ليس مع المثلية الفيلم ضد المثلية والمجتمع اللي كان موجود اداني المثلية واداني الخيانة محدش يعني لازم الفيلم يتشاف قبل ما نتكلم عنه لا كتير التعليق كتير بس اكتر تعليق طريف التعليق بتاع كتين ميليو قالك اتفرجت على فيلم اصحاب ولا عزم عمراتي وقعت طول الفيلم خايف تلفوني رين تفتكروا ليه انا مش عارف شكرا لي انت عارف عندنا فقرة انت سعيد بيها جدا انت ما تخيلش يا خيري انا سعيد قدقين ودكتور رحمد درويش معانا معارضة الرجل ده فعلا يعني لو قلنا ابرز الناس المنظرة والمنفذة في ملف التحول الرقمي والتكنولوجي على مستوى العشرين سنة اللي فاته مش بس اتنصف العالم العربي لا دكتور رحمد درويش وكفة قيمة كبيرة طبعا قيمة كبيرة انا اعتقد من النادر ان يختلف عليه اتنين احنا مشكورة جدا جدا يا خالد والنهاردة مش بس حنشوف معاه يعني قوة الفكر والمجال التكنولوجيا والتكنولوجيا الرقمية والتطور التكنولوجي اللي حاصل في كل العالم لكن حنتكلم عن مصر لما قلنا عاصمة ادارية جديدة يعني ايه يعني بنين المباني شوارع واسعة مباني نظيفة امكانيات اكبر ولا في شيء اكبر من ده وراء ده حنشوف ايه اللي وراء الانتقال لعاصمة جديدة في مصر وايه اللي حيات بعدها من خطوات ويا طرى الدول اللي نقلت عاصمتها لمكان تاني كانت تجربتها عاملة ازاي مش ده بس بنوعيدكو ان عندنا اسئلة مهمة جدا واجابتها حتكون خاصة جدا من ضفنا الكريم اللي حينورنا بعد الفاصل هنا في حديث القاهرة الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية اشتركوا في القناة